بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ملمح من الملامح التي أودعها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو التكافل والتعاون والرعاية والاعتناء والقيام على شؤون الآخرين قدر المستطاع يقول الله سبحانه وتعالى وهو يدعونا إلى ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن هذا التعاون وأن هذا التكافل وأن هذا الترابط يحبه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه الثواب الجزيل بل إنه عليه الصلاة والسلام حينما سمع عن بعض الأشخاص أو بعض القبائل التي تقوم على التكافل قال النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم في القرآن الكريم في سورة آل عمران يوضح لنا الله سبحانه وتعالى أن السيدة مريم حينما اتخذت مكانا قصيا ويعني انفردت عن الناس كان الذي يكفلها هو سيدنا زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن قبيلة وهي قبيلة الأشعريين وهم من أهل اليمن يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حالهم في هذا التكافل هذا الحال الذي يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين قبيلة من القبائل أصلهم من اليمن كانوا مقيمين وكان حالهم يصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم يعني لما كان البعض يصب بقلة الأرزاق مثلا أو بقلة ذات اليد ماذا كانوا يفعلون؟ يقول عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما بقي معهم من طعام في ثوب واحد أو إناء واحد واقتسموه بينهم بالسوية الذي معه يأخذ مثل الذي لم يكن معه هذا نوع تكافل هذا نوع ترابط نوع تعاون نوع فيه إطعام طعام نوع فيه جود وكرم فيقول عليه الصلاة والسلام جمعوا ما معهم أو ما بقي معهم من طعام في ثوب واحد أو إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية يقول عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم هذا يشير إلى أهمية التكافل أهمية الرعاية أهمية المساعدة أهمية التعاون شريطة أن يكون ذلك التعاون وذلك التكافل على الخير وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى لا على المعصية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن أهمية هذا التكافل تكمن في أن الإنسان لا يسير في حياته على وتيرة واحدة ولا على نظام أو نسق واحد أو شكل واحد وإنما تختلف أحواله باختلاف الأيام واختلاف المناسبات واختلاف الأزمان والحال وحسب قضاء الله وإرادته سبحانه وتعالى فاليوم قد يكون الإنسان محتاجا وغدا قد يكون غنيا اليوم قد يكون غنيا وغدا قد يكون محتاجا وكما قيل كما تفعل يفعل بك ولو بعد حين فإذا كنت متكافلا إذا قمت بالتكافل إذا كنت ممن يتعاون على البر والتقوى ستجد من يفوضه الله عز وجل لك في أن يتعاون معك في أن يساعدك ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كربات الدنيا ماذا سيحدث له نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ويقول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إذن أيها المشاهد الكريم التكافل الاجتماعي سبيل نهضة الأمم التكافل الاجتماعي فيه رضا من الله سبحانه وتعالى على العبد فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى للإنسان هذا الشخص الذي يقوم بالتكافل والذي يقوم بالرعاية والاعتناء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان إنه سبحانه وتعالى بعباده رؤوف الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته